اشتركوا في القناة المقاومات الصلبة المبنية على عنصر بشري مؤهل وأسس تشريعية وتنظيمية متينة وبنية تحتية متطورة جاء ذلك لدى لقاء معاليها اليوم بمعالي السيد ألفيرد كانان رئيس وزراج زيرتمن بمناسبة زيارته المملكة وذلك بحضور سعادة السيد زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة وخلال اللقاء شار معالي لموصلة مملكة البحرين في نهجها القائم على اجتذاب رؤوس الأموال بهدف تعزيز مكانتها والحفاظ على سمعتها كمركز للأعمال والخدمات في المنطقة وتوسيع نطاق السوق المحلية لتضم قطاعات اقتصادية وتنفسية مختلفة وتعمل على توفير فرص نوعية للمواطنين والاستثمار على نحو يتسق مع السياسات طويلة المدى والتي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما أعرب معالي عن ترحيبه بمد جسور التعاون بين مملكة البحرين وجزيرة مان في المجالات ذات الاهتمام المشترك لسيما التجارية والمالية والمصرفية وذلك من خلال تشجيع الوفود الرسمية والأهلية على تبادل الزيارات بين الجانبين من جانبه أبدى معالي السيد ألفرد كنن رئيس وزراء جزيرة مان إعجابه بما تشهده مملكة البحرين من تطور حضاري وتقدم عمراني لافت متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار معربا في الوقت نفسها عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالنفع والخير على المصالح المشتركة لكل الجانبين ترجمة نانسي قنقر